تنظيم الوقت وتقسيمه هناك جوانب وصفات شخصية ينفرد بها كل فرض منا على حدة وتتمثل في أوقات الذروة والخمول فكل فرض منا لديه أوقات ذروة تختلف عن غيره إلا أن الجانب المشترك بين الأفراد أننا في وقت الذروة نكون في كامل نشاطنا ونستطيع إنجاز أعمالنا مع الاختلاف في تحديد النسبة المئوية من الوقت المخصص لكل من هذه الجوانب وتلك النشاطات بين فرض وآخر ويبين الشكل التالي أوقات الذروة والخمول لدى الإنسان